بعد أن تخرج رمزي بعام قرر العمل بالتجارة ليغتني ويحقق أحلامه بشراء عقار يصلح ليكون محلا ومكتبا له وأيضا لشراء سيارة فاخرة ثم الزواج بفتاة صالحة وبعد أيام فوجئ رمزي برجل يعرض عليه عقارا بثمن مغرن يصلح ليكون محلا ومكتبا له في نفس الوقت وبعد دقائق حزن لعدم توفر المبلغ معه وحتى لا تفوته هذه الفرصة التي لا تعوض ذهب لرجل نصراني يقرض الناس بالربا وطلب منه ثمن العقار فابتسم الرجل وقال لرمزي يا رمزي أنت مسلم وهذا حرام في دينك ولكن إن كنت مصرا فسأعطيك المبلغ شعر رمزي كأن الرجل قد صفعه صفعة قوية أفاقته وقال في نفسه أنا أتلقى النصيحة في ديني من إنسان غير مسلم ثم رفض العرض وخرج من عنده باكية وأخذ يحدث الله بصوت مسموع وهو ينزل الدرج والله يا رب لا أريد هذا العقار ولن أعصيك بعد اليوم ملعونة تلك الأحلام التي لا تتحقق إلا بالمال الحرام سامحني يا الله ودبر لي أمري وما إن وصل رمزي إلى بيته حتى توضأ وصلى واستغفر ربه ودعاه بإخلاص أن يتوب عليه ويتولى أمره وبعد قليل فوجأ بصديق له لم يره منذ عام يأتي إليه ويقول له هل نسيت مشروعنا الذي فكرنا فيه سويا عام تخرجنا من الجامعة أم ما زلت تتذكره أنا مسافر للعمل بالخليج ومعي ستون ألف جنيه سأتركها عندك وأنشرك الله أن تستعملها عند حاجتك لها فأنا لن أحتاج إليها إلا عند عودتي بعد ثلاثة أعوام لم يصدق رمزي ما يسمع أشعر بذهول بسبب سرعة إجابة الله لدعائه فتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ثم بكى وسجد لله شكرا وقص على صديقه قصة شراء العقار فحثه على شرائه وذهب معه إلى صاحب العقار واشتراه وكان بداية خير له استطاع بعدها أن يحقق بعض أحلامه في وقت قصير وسدد لصديقه المبلغ بعد عودته ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تقول سيدة عجوز لي ثلاثة أبناء وقد تزوجوا فزرت الكبير يوما وطلبت أن أبيت معهم وفي الصباح طلبت من زوجته أن تأتيني بماء للوضوء فتوضأت وصليت وسكبت باقي الماء على الفراش الذي كنت أنام عليه فلما جاءتني بشاي الصباح قلت لها يا ابنتي هذا حال كبار السن لقد تبولت على الفراش فهاجت الزوجة وماجت وأسمعتني سيلا من قبيح الألفاظ ثم طلبت مني أن أغسله وأجففه وأن لا أفعل ذلك مرة أخرى وإلا تكمل السيدة العجوز وتقول تظاهرت بأني أكتم غيظي وغسلت الفراش وجففته ثم ذهبت لأبيت مع ابني الأوسط وفعلت نفس الشيء فاغتاضت زوجته وصرخت وأخبرت زوجها الذي هو ابني فلم يسجرها أو حتى يعاتبها ويطيب خاطري فخرجت من عندهم لأبيت مع ابني الصغير وصلت إلى بيت ابني الصغير وفعلت نفس الشيء الذي فعلته مع زوجتي ابني الأكبر والأوسط فلما جاءتني زوجته بشاي الصباح وأخبرتها بتبولي على الفراش قالت لي لا عليك يا أمي هذا حال كبار السن كم تبولنا على ثيابكم ونحن صغار ثم أخذت الفراش وغسلته وطيبته فقلت لها يا بنيتي إن لي صاحبة أعطتني مالا وطلبت مني أن أشتري لها حليا وأنا لا أعرف مقاسها وهي في حجمك بالضبط فأعطني مقاس يديك ثم ذهبت السيدة العجوز إلى السوق وكان لها مال كثير فاشترت ذهبا بكل مالها ثم دعت أبناءها وزوجاتهم في بيتها وأخرجت الذهب والحلي وحكت لهم أنها صبت الماء على الفراش ولم يكن تبول ثم وضعت الذهب في يد زوجة ابنها الأصغر وقالت هذه ابنتي التي سوف ألجأ إليها في كبري وأقضي باقي عمري معها وعندها فصعقت الزوجتان وتملكهما الندم أشد الندم فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون حسن الخاتمة في قرية صغيرة كان يعيش صاحب الحملات للحج والعمرة وكان له جار غافل لا يصوم ولا يصلي وذات ليلة رأى صاحب الحملات في منامه من يطلب منه أن يأخذ هذا جاره الذي لا يصلي ولا يصوم لأداء العمرة وعندما استيقظ الرجل من نومه اندهش كثيرا من هذه الرؤية العجيبة ولكنه لم يهتم لأمرها وفي ليلة أخرى تكررت هذه الرؤية مرة ثانية فزادت دهشة الرجل لذلك ذهب لأحد الشيوخ المشهورين بتفسير الرؤى ليسأل عن تفسير ما رأاه فقال له الشيخ المفسر إن رأيت هذه الرؤية في منامك للمرة الثالثة فاذهب لهذا الجار وحمله لأداء العمرة وبالفعل رأى الرجل نفس الرؤية للمرة الثالثة في منامه فذهب للبحث عن الجار حتى عثر عليه وطلب منه أن يأتي معه لأداء العمرة فقال له جاره كيف آتي لأداء العمرة وأنا لا أصليه فقال له الرجل إن أردت يمكنني أن أعلمك الصلاة وبالفعل بدأ الرجل يعلم جاره الوضوء والصلاة وبدأ الجار يواظب على أداء الفروض الخمسة فقال الرجل له هيا إلى العمرة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ذهب الرجلان معا لأداء العمرة واعتمر الجار وقبل أن يعود راجعين قال صاحب الحملات لجاره هل تريد عمل شيء آخر قبل الرحيل فقال له نعم أريد أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ذهب الجار إلى مقام إبراهيم وبعدما صلى مات في سجوده فتعجب صاحب الحملة أشد العجب وأخذ يفكر في نفسه قائلا كيف يمكن أن أرى هذا الرجل في منامي وآتي به إلى هنا لأداء العمرة ثم يموت في هذا البكان وهو ساجد بعد أن كان لا يصلي ولا يصوم لابد أن وراء هذا الرجل سرا عجيبا وعندما عاد الرجل ذهب إلى منزل جاره المتوفي وسأل أهله عن أعماله وعن حاله فقالت له زوجته إن زوجي كان مشهورا كما يعلم الجميع بأنه لا يصلي ولا يصوم ولكن كانت لدينا جارة عجوز فقيرة ووحيدة فكان زوجي يعطف عليها ويرعاها ويحمل لها الفطور والغداء والعشاء يوبيا وكانت تدعو له دائما بحسن الخاتمة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين